يعني من الرياضة نروح للاقتصاد لأن ما فيش شك إن فيه إجراءات كتيرة قوي بتتاخد في الوقت الحالي علشان تقدر اللي هي تقلل من تدعيات الأزمة العالمية ومن ضمن هذه الإجراءات تيسير الإفراج الخاص بالواردات وخفض أعباء الأرضيات والغربات وده بطبيعة الحال هينعكس على حالة السوق والانتعاشة اللي ممكن تحصل فيه الأسواء وكمان بيقلل من تكاليف السلع والأمر اللي بيترتب عليه انخفاض في أسعار السلع خلال الفترة القادمة بإذن الله طيب إحنا مشرفنا في الستوديو للحديث عن هذا الشأن تحديدا الصحفي الأستاذ خليفة أدهم الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي بجريدة دهرام أهلا بك فينا أهلا وسهلا بحضركك للأستاذ المشاهدين يعني من صبح لحضرتك في البداية وعاوزين نعرف تابعة إزاي الإجراءات اللي خدتها الدولة بخصوص فتح عملية الاستراضي تقليل الغرامات أو رفع الغرامات اللي موجودة على الأرضيات الحقيقة ده قرار مهم جدا لأن زي ما حكت فضلت وحتى كل المستثمرين ورجال الصناعة والمستوردين رحبوا بشكل كبير جدا لأنه هيكون لين عكاس ملموس وراضح على توافر السلع بالأسوأ وأيضا أسعار هذه السلع بشكل إيجابي لأن أنت لما شفنا بعض السلع موجودة لها خمس شهور وكده رسوم الأرضيات على هذه السلع الحقيقة بترفع التكلفة وبالتالي الأسعار على المستالك كمان تأخر دخول الإفراج عن هذه السلع وعرضها بيأخر عرضها وبالتالي بيخلي عدد السلع المتاحة قليلة وده قد يؤدي إلى ممارسات احتكارية من بعض التجار وبالتالي رفع الأسعار والضحية هنا هيكون مستالك فمن هنا نشوف قد إيه أهمية هذا القرار ونعكاسه الإيجابي خلال الفترة المقبلة على توافر السلع بالأسوأ على أسعار هذه السلع بالأسوأ أهم شيء بقى أنه أيضا هيدي إلى دفع حركة الصناعة والمصانع مرة أخرى لأن كثير من هذه السلع أيضا مستزامات إنتاج أو احتياجات مهمة للصناعة يعني يخلينا نشوف هنا ممكن يكون المصنع شغال في كل شيء لكن عنده مشكلة واحدة تعوق طرح منتجاته في الأسوأ أو تصدرها زي الكرتون مثلا حاجة بسيطة جدا فالإفراج الجمهوريك عن هذه السلع وسرعة وأيضا إلغاء الرسوم وقرار السيد وزير المالية في هذا الصدد بالإفراج إذا كانت استوفى كل الإجراءات فيما عادة نموذج أربعة خاص بالجمارك فهيتم الإفراج بشكل سريع جدا مع تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمهوريكية على هذه الأرضيات فهيكون إنعكاسة على السلع الغزائية على أداء وحركة الصناعة أيضا تأثير إجابة على صدرة أي قرار اقتصادي الحقيقة مهم جدا جدا لدفع حرك الاقتصاد وبالتالي الحقيقة هيكون ليه مردود إيجابي على الاقتصاد وحركة الاقتصاد وأيضا على الأسعار وتحتها تحت السلع في الأسوأ طيب عايزة أعرف من حضرتك بردو كمان التكلفة اللي هتتحملها الدولة جراء خفض إجراءات الأرضيات والغرامات حضرتك أي رسوم حتى الدولة لما بتخفضها بيكون عينها دايما على حاجتين وهمين جدا حركة وانتعاش الأداء الاقتصادي وده هيكون ليه مردود على التشغيل على التصدير شوفي بقى مردود الغير مباشر قدي على حركة الاقتصاد والعائد الكبير جدا على الاقتصاد يفوق كثيرا جدا عن الرسوم اللي احنا قد تصل إلى بقى مثلا مئات الملايين أو حتى لو مليار لكن المردود أو عدة مليارات بسيطة لكن المردود على حركة الاقتصاد على التشغيل لأنه هدف أساسي لأي اقتصاد في العالم هو التشغيل تحت فرص العمل ومن ثم زيادة القوى الشرائية زيادة الطلب زيادة الانتاج الحاجة التانية المهمة جدا في هذا الصدد أنك كمان لما الاقتصاد بينتعش فيه أرباح بتحصل فيه إذن ضريبة على هذه الأرباح العجل اللي بتدور يعني العجل اللي بتدور أهم شيء دايما الرؤية الاقتصادية المتكاملة وده يعكس الدقيق أن هناك الحقيقة توجهات الصدر رئيس للحكومة تنفيذ الحكومة وعين الحكومة على هذه الفترة بما شهدته من أزمات أو مشاكل طريقة معظمها من الخارج بسبب الطباط والمشاكل اللي بيعاني منها الاقتصاد العالمي ونسبة كبيرة جدا من هذا التضخم مستوردة الاقتصاد لأننا بنسترد نسبة كبيرة جدا من السلعة الغذائية في مصر مصر مستورة صافي للسلعة الغذائية حوالي 65% من الغذائية وبالتالي الحكومة عينها على دفع حركة الاقتصاد على التشغيل على تخفيف العباء عن المستهلك المصري رفقا لتوجهات السيد الرئيس شفنا الإجراءات اللي تخذتها الحكومة في هذا الصدر يعني في أبريل الماضي 130 مليار جنيه من الموازنة كانت منظومة شملت هذه المنظومة في تعزيز الحماية الاجتماعية زيادة المعاشات زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور كمان رفع الحد لعفاء الضريب 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه وتم تبكير تنفيذ هذه الإجراءات بدل من أول السنة المالية في يوليو بدأ تنفيذها في أبريل بتوجهات الرئيس فإذن الحكومة وسيد الرئيس قد يسعى إلى حركة الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وانتعاش الاقتصاد ولداء الاقتصادي وده انعكس على معدل النمو واللي حقق أعلى نسبة نموه فقط حتى توقعات صندوق النقدي الدول والحكومة نفسها بنهاية السنة المالية الماضية 6.6% كان الحكومة تتوقع 6.2% لكن الأداء اللي حققوا الاقتصاد المصر في التسع شهور الأولى من السنة المالية الماضية كان 7.8% يعني الحياة معدل نموه عالي جدا صندوق النقدي الدولي حتى رغم وهو البنك الدولي رغم أنه خفت توقعاته في فترة سابقة في آخر تقريب عليه على نموه الاقتصاديات في معظم دول العالم الدول المتقدمة وأيضا دول العالم المختلفة إلا أنه رفع توقعاته لنموه الاقتصاد المصر إلى 6.2% لكن اللي تحقق فعليا 6.6% فكلما الحياة السياسات الاقتصادية مهمة هنا تكمن أهمية الحياة ورؤية والحكمة في اتخاذ القرارات الاقتصادية في الوقت المناسب لدفع الأداء الاقتصادي للحفاظ على التشغيل ومعدل البطالة شوفنا تراجع إلى 7.2% في نهاية العام المالي فإذن ده ليه معدود مهم جدا على الاقتصاد وعلى البطالة على المؤاشيات الاقتصاد الكلية على أيضا تخفيف العباء عن المستهلك المصر والمواطن المصر نعم سؤال خليفة إذن إحنا قدام قرار أو خطوة الهدف الرئيسي منها هو فكرة ضبط الأسواق وأيضا تحقيق نوع من أنواع اللي انتعاش فيها الاقتصاد المصري لكن عاوزون نعرف من حضرتك إزاي ده هينعكز بشكل مباشر على الأسعار لأنه هو ده اللي بيهم المشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي ده مهم جدا حضرتك يعني لأن دايما أنا وانت وكلنا مستهلكين حتى كل الولي مشاهد وكلنا فيهمنا قد إيه المردود الملموس على لما نزل أشتر السلعة دي أو ترافرها خلينا نقول حاجتين مهمين في الأزمات اللي برجاء لأقصاد العالمي الآن أول شيء هو ترافر السلعة لأننا متابعين الحقيقة في دول كثيرة حتى دول متقدمة وده مش عايزين نقولي يعني دايما مقارنة قد تكون في غير محلها لكن الواقع بس الوقت الحديد يستلزم مقارنة لأن انت شايف العالم كله من حواليك انت مش واحد مش المتأثر بهذه الأزمات نعم لكن أنا ما نقول لسيادتك فعلا حضرتك لما تشوف دول متقدمة وقوية وحقق التوقية هو تقدم الصدر وفي هناك نقص ببعض السلعة أزمات كثيرة جدا لما نسمع أن معدل التضخم في دولة زي بريطانيا وفقا لتوقعات سيتي بانك قد تصل إلى 18% بنهاية العام الحال قد أيضا حتى البنك المركزي بريطاني بتوقع أن تصل إلى 13% الأسعار السلعة الغذية في بريطانيا حققت أعلى معدل ارتفاع منذ أغسطس 2008 شوفنا برضو الأزمات اللي بتواجهها عدد كبير من الدول لما إتاحة السلعة ده مهم جدا زي ما حققت فضلته ده يكمن قد إيه في القرارات اللي إحنا اللي حركتها عرضتها الوقت اتنين أنت لما تاخد مثل هذه القرارات بالساعة زي ما قلنا على دوران حركة الانتاج على الفروج بسرعة عن السلعة الغذائية المهمة في الأسواق وبالتالي توفر هذه السلعة بيؤدي إلى كلما زاد المعروض من هذه السلح ينعكس إيجابيا على الأسعار ويمنع الاحتقار واتنين أن أنت بتلغي رسوم مهمة جدا للحكومة بتنزل عنها في سبيل اللي هي خفض هذه الأسعار وتحتها بسرعة للمستهل فده شيء إيجابي جدا هينعكس إيجابيا على توفر السلع وعلى أسعارها أيضا أكيد طب عايزة عرف برضو من حضرتك إيه الهدف من السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضايع من المواني للمستودعات آه ده اللي هي المواني الجفة يعني المستودعات لأنها هيتاح الأرضية بدل ما أنا الوقتي الأرضيات دي وبالتالي خدمات لوجستية سهل على رسوم آه يعني بدل ما أنا الوقتي حاجز كل هذه السلع في المواني وازدحام كبير جدا في تفرغها وشحنها وعدد شحنها بياخد وقت كبير جدا وتكلفة النقل وتكلفة ماء كل ده بينعكس الحقيقة على أسعار هذه السلع فهو هذا القرار حكمته أن أنت بسرعة انقل السلع إلى الفراج حتى لو فيه مشاكل استكمال بعض الأوراق موجودة بالمناسبة كمان هناك يستطيع أن هو بسرعة يكسب وقت ينقل هذه السلع إلى المواني الجفة أو إلى المواني التخزين المخازن اللوجستي وبالتالي سرعة انتهاء من الفراج وتحتها في الأسواق فده الحقيقة قرار مهم جدا لأن في النهاية الأرضيات بتاع المواني دي تتكدس وبالتالي فتنعكس على الحقيقة قد استخراق وقت كبير جدا في الفراج وسرعة انتهاء هذه السلع وخرجها من المواني وعرضها في الأسواق أو التكدس هيؤدي لوجود رسوم حتى لو تم إلغاءها في الوقت الحالي بس نتكلم مستقبلا في سرعة أو مرونة في توصيل هذه السلع تحديدا احنا أمام مرحلة قادمة هذه المرحلة القادمة أتشهد تثبيت للأسعار أم انخفاض للأسعار لأن يمكن المواطن اللي بتفرج عليه يقولك أنه النهاردة لما الحاجة بتزيد جنيه ما بتقلش نعم بمجرد قرار وقفة أو تسوية سياسية للحرب الروسية هينعكس إجابينا على الأسعار في العالم كله بما فيها مصر فده حاجة خارج إرادة لكن هي تطورات سياسية وتنعكس على الاقتصاد العالمي كالكل اتنين حاجة مهمة جدا النسطين نقول إيه اللي بتتخز الحكومة لتخفيض الأسعار والحقيقة واستقرار الأسعار لصالح المستهلك المصري وده مهم جدا اعتقد أن ده اللي بتتخز الحكومة من حزمة إجراءات خاصة شفنا بدء تنفيذ حزمة إجراءات حماية اجتماعية من أول الشهر الحالي سبتمبر وده لتخفيف العباء عن الحماية الاجتماعية المستحقة فاعتقد أن ده مهم جدا في امتصاص هذه الأصال السلبية على المستهلك والمواطن المصري صحيح أستاذ خليفة أدهم الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاتصادي بالأهرام بنشكر حياة الفندي على وجودك معنا في هذه الفقرة شكرا شكرا